ترجمة نانسي قنقر الملك المفدى وأكد معاليه أن المرسوم بقانون يأتي ضمن حزمة التشريعات ذات الأولوية لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وذلك بعد توجيه سموه بدراستها مشيدا بالجهود التي تمت لإنجاز هذا المشروع المتقدم الذي يوثل تغييرا جوهريا وجذريا في النظام الإجرائي للتنفيذ بهدف تعزيز فعالية إجراءات العدالة بما يستجيب للمتطلبات المعصرة في ضوء رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 وتحقيق مبادرات تعزيز الوصول إلى العدالة 2021-2025 وقال معاليه أن المرسوم بقانون بشأن التنفيذ يستحدث نظاما قانونيا جديدا من خلال إيجاد مسارات متخصصة أكثر سلاسة وفاعلية عبر اختصار الإجراءات وسرعة مباشرتها ضمن مدد محددة وآليات ومعايير واضحة بما يتنسب مع الطبيعة القانونية للمنفذ ضده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر